اشتركوا في القناة 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 جائز دفعوا على اقصات شهرية مع العلم بان الاشتراك العادي هو خمسة جنيهات سنويا فحررت هذا لسعادتكم رجاء احاطت موظفيكم علما بذلك لا سيما وانه من الاسباب الرئيسية لتأسيس هذا النادي ايجاد مكان مستوفي للشروط الصحيحة للرياضة موظفي الحكومة بعد العناء من الاعمال وموقع تحت الرئيس فقررت اللجنة ارسال الخطابات بعد افتتاح النادي ده الخطاب الرسمي اللي اللجنة العليا وفقت انه يتم ارساله للوزرات والمصالح الحكومية كدعوة لانضمام العاملين فيها للنادي الاهل عمر بيك لطفي قال للحاضرين لا بد من تعيين يوم الافتتاح وما اتيت اليوم الا لهذا واقترح ان يدعى النظار والمستشارون ووكلاء النظارات ورؤساء المصالح ونظار المدارس العليا ووكلاءهم ومستشار محكمة الاستئناف الاهلية فقررت اللجنة ذلك وعينت تاريخ الافتتاح بين 19 و 26 من فبراير 1909 كعدت عمر بيك لطفي رجل جد بيروح للهدف مباشرة يا جماعة عايزين نخلص ونفتتح النادي احنا مستنين ايه يلا بينا وفعلا اللجنة العليا قررت تحديد اليوم وكمان المدعوين للاحتفال الافتتاح اما الجمعة 19 فبراير او الجمعة اللي بعدها 26 فبراير 909 ويتم دعوة كافة المسؤولين الكبار في الدولة من وزراء ووكلاء وزراء ومستشارين محاكم الاستئناف ورؤساء المصالح الحكومية يعني كبرات البلد اما رئيس النادي عزيز عزة باشا اقترح عمل سوان للمدعوين وانه يقدم لهم شيء بعد انتهاء الالعاب البدنية اللي هتجرأ امامهم طبعا السوان زي اي سوان افرح بيتعمل النهاردة في الاحاق الشعبية والمدعوين يتفرجوا على استعراض للالعاب البدنية او الرياضية وبعدها يتم تقديم الشاي اليوم الدنيا كانت بسيطة اوي وبالمناسبة عشان الناس تعرف بساطة ايام زمان لما كان اي فريق في الاهلي بيفوز ببطولة في كرة القدم او السلة او اي لعبة كانت المكافأة اي كانت حفلة شاي الكلام ده هتعرفوه من محاضر رسمية بعد كذا اقامة حفلة شاي لفريق كذا الفائز ببطولة كذا ويتقدم له قطعة جاتو مع الشاي لكل الاحب هي دي المكافأة النهاردة بقى مكافأة الفوز ببطولة بتكون كام بلاش بلاش في بطولة مكافأة الفوز في مطش واحد بتكون كام كمان عزيز عزة باشا اقترح ان يطبع بروجرام صغير يذكر فيه جرد انشاء النادي وتاريخه وشروط الاشتراك فيه وقررت ان يشترك صاحبة العزة عمر لطفي بيك وعلي ابو الفتوح بيك في تحريره وتعهد حضرة محمد علي دولار بيك بطبع وطبعا المقصود هنا عمل كتاب صغير مكتوب فيه فقرات حفل الافتتاح ونفذة عن النادي وليه تم انشاؤه وتاريخ تأسيسه وشروط الاشتراك فيه بنفلت يعني الكتاب ده حيتم توزيعه على المدعوين ومؤكد انه حيتنقل من المدعوين لقصرهم ومعرفهم يعني نقدر نقول انه نوع من الدعاية الاضافية للنادي عشان الناس تعرف اكتر عنه وزي ما قلنا انه حيتامل استعراض للالعاب البدنية والرياضية في افتتاح النادي واحنا ما عندناش خبرات كافية نعمل ايه؟ عايزين نعمل استعراض للالعاب البدنية والرياضية في حفل افتتاح النادي ومعندناش خبرات كافية في المسألة دي نعمل ايه؟ نشوف عمر بيك لطفي طلب ان يكون الماستر شكوت المدرس بمدرسة الحقوق عضوا في لجنة ترتيب الاحتفال فقررت اللجنة هذا وان تكون اللجنة الفرعية لترتيب الالعاب مكونة من الميستر شكوت والميستر شارمن ورئيسها سعادة امين سامي باشا اللجنة قررت اشتراك طلبة المدارس العليا ومدرسة البوليس ومدرسة الحربية واعضاء نادي التوفيقية الرياضي في الالعاب الرياضية اللي حتتعرض في الاحتفال ويتم ضم رئيس نادي التوفيقية ميسيو بوكوليني للجنة ترتيب الاحتفال وزي ما قلنا قبل كده نادي التوفيقية اتأسس عام 1896 وبالمناسبة انا كنت نائب رئيس نادي التوفيقية ورئيس المكتب التنفيذي لاكتر من دورتها المهم بكده اتشكلت لجنة ترتيب الاحتفال برئاسة امين سامي باشا وعضوية ميستر شكوت وميستر شارمن وميسيو بوكولين وتكفل محمد علي دولار بيك باحضار فرقة الموسيقى العسكرية الخاصة بمدرسة البوليس عشان تعزف في الاحتفال وقررت اللجنة تركيب لوحة مكتوب عليها اسم النادي فأول الشارع اللي بيوصل للنادي بميدان الجزيرة وميدان الجزيرة هو اللي بيطلق عليه حاليا ميدان الأوبرا عند أسدين أصر النيل وفيه تمثال سعد الزجنول عنده كبرى أصر النيل جنب حديقة الأندرس طيب النادي خلاص حيتم افتتاحه لازم يكون فيه بوفي للمشروبات ما هو مش معقول هيكون فيه أعضاء جايين يعودوا في حداء النادي ورياضيين جايين يلعبوا وما يكونش فيه مشروبات فاقترح محمد علي دولار بيك أن يعطي محل البوفي لرجل خبير يتعهد بتوريد كل لوازم المحل والخدمة مجاناً في الأول مدة ست شهور مثلاً وبعد ذلك بأجرى شهرية بشرط أن يقدم المرتبات بالأسعار التي يتفق عليها مع النادي وأن تكون من أجود الأنواع فقررت أن يبحث السكرتير عن رجل خبير يتعهد بذلك وأن يصادق الرئيس على الشروط التي تأخذ عليه الكلام ده معناه إيه معناه أننا عايزين حد عنده خبرة يمسك بوفي النادي بشرط أن يقدم المشروبات بأسعار بيتفق عليها مع إدارة النادي وتكون المشروبات دي من أفضل أنواع ومش هيدفع أي إيجار لمدة ست شهور واستكمالا لتجهيزات النادي عزيز عزة باشا رئيس اللجنة العليا اقترح عمل دواليب خشب لحفظ نقود وشيكات أعضاء النادي بها أثناء اللعب وكمان تعهد بمخابرة شركة التليفون لتركيب آلة في محل النادي طبعا إحنا بنستغرب من مصطلحات الفترة دي تركيب آلة تليفون يعني عدة تليفون وقلت لكم قبل كده إن عدد خطوط التليفونات عام 1910 لا يتعدى الألف خط في عموم مصر والسودان يعني تركيب خط تليفون كان أمر مش سهل خالص وكان آخر قرات اللجنة العليا في جلسة 28 يناير تسعمائة وتسعة تشكيل لجنة مكونة من أمين سامي باشا وسكرتير محمد أفند شريف لتوجيه الدعوات لضيوف الاحتفال وأن تكون الدعوة باللغتين العربية والفرنسية وكان نص الدعوة كما يلي عزيز عزة باشا رئيس لجنة النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة يرجو التشريف لحضور الاحتفال بافتتاح النادي الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 19 أو 29 فبراير 1909 مركز النادي الأهلي بالجزيرة أمام كبري أصر النيل في ملحوظتين في الدعوة الأولى اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت وقلنا أن الجماعة الوطنية المصرية في إطار مقاومتها للاحتلال الإنجليزي وعلشان ثقفته ما تتغلغلش في المجتمع المصري وكمان كنوع من المكيدة للإنجليز قرروا أن المراسلات اللي حتكتب بلغة غير اللغة العربية تكون باللغة الفرنسية الملحوظة التانية أن تحديد يوم الافتتاح لسه ما تقررش بشكل نهائي هل يوم الجمعة 19 فبراير ولا الجمعة اللي بعدها 26 فبراير 909 لكن زي ما اتفقنا أن دي كلها تجهيزات شبه نهائية لافتتاح النادي ونتنقل دلوقتي لجلسة أخرى وحناخد بالنا أن كل ما موعد لافتتاح قرب بتكون الجلسات قريبة من بعضها جلسة يوم الخميس 11 فبراير 1909 انعقدت لجنة النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة الساعة 4 بعد ظهر يوم الخميس 11 فبراير 1909 برئاسة صاحب السعادة عزيز عزة باشا وحضور أصحاب العزة عمر بيك لطفي وعلي بيك أبو الفتوح ومحمد علي الدولار بيك ومحمد شريف أفندي سكرتيرا لها الجلسة دي حصلت فيها حاجة في غاية الأهمية بعض المؤسسين وفي نفس الوقت أعضاء اللجنة العليا غابوا كتير عن الجلسات حسين رشدي باشا وإسماعيل سر باشا مشاكلهم بقت كتير قوي حسين رشدي باشا مشغله كتير في العمل السياسي في الحكومة كوزيل الحقنية وإسماعيل سر باشا بيقوم بمشروعات كتيرة قوي داخل مصر وخارجها وده بجانب منصبه كوزيل للأشغال العمومية والحربية والبحرية في نفس الفترة اتكلمنا في حلقة قبل كده عن اعتذار عبدالخالق صروت بك على الاستمرار في عضوية اللجنة العليا بسبب انتقاله للعمل كمدير لمدرية أسيوت لكن حسين رشدي باشا وإسماعيل سري باشا موقمين بالقاهرة وما بيحضروش لانشغلاتهم الكتيرة وما طلبوش إعفاءهم من عضوية اللجنة العليا والعمل بالنادي بيحتاج لجهود كل أعضاء اللجنة العليا طب نعمل ايه؟ ازاي نحل المشكلة دي؟ حسين رشدي باشا وإسماعيل سري باشا من الشخصيات الكبيرة ومن مؤسس النادي لكن العمل بالنادي ليس تشريف بل تكليف فكان رأي محمد علي دولار بيك أن يتحدث معهما ليستقيل من عضوية اللجنة العليا ويصبح أعضاء شرف في نفس الوقت غاب إدريس راغب بيك عن بعض الجلسات فقال عمر لطفي بيك أنه سيتحدث معه ليعرف أسباب غيابه ويرجو حضور الجلسات في التوقيت ده كان عبدالخالق ثروة بيك تم تعيينه في منصب النائب العام ورجع للقاهرة بعد ما كان مدير لمدرية أسيو عمر بيك لطفي قال أنه حيتكلم معاه عشان يرجع عضو باللجنة العليا كمان عزيز عزة باشا رئيس اللجنة العليا عرض ضم محمد طلعت حرب بيك عشان يكون عضو باللجنة العليا وكده هينضم عبدالخالق ثروة بيك ومحمد طلعت حرب بيك لعضوية اللجنة العليا بدل من 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 حسين رشدي باشا واسماعيل سر باشا وهو ده النادي الأهلي على مدار تاريخه الأساس فيه هو العمل اللي مش فاضي يدخل حد مكانه ويكمل وله كل التأدير والاحترام وبعد كده انتقل أعضاء اللجنة لآخر استعدادات افتتاح النادي فقرأ عزتله عمر لطفي بيك العبارة التي ستطبع في مقدمة البرنامج الذي سيوزع عند الافتتاح وقال علي ابو الفتوح بيك انه سيتكلم مع شركة الغاز لتوريد اللمبات وتركبها بمحل النادي وبالمناسبة الغاز اللي كان بيتنور باللمبات اللي في الشوارع كان اسمه غاز لاستصباح يمكن معظمنا كبار السن عارفينه كويس قوي وأخيرا قررت اللجنة أن يشتري السكرتير بطاقات ورق لتكون تذكر الدخول شخصية لكل عضو يقدمها للملاحظ عند الدخول من الباب العمومي للنادي وجه يوم الجمعة ستة وعشرين فبراير الف تسعمية وتسعة ميلادية الموافق ستة صفر الف تلتمية سبعة وعشرين هجرية ليتم افتتاح النادي الاهلي للرياضة البدنية بحضور مندوب عن خديوي مصر عباس حلم التين وحضور ناظر المعارف وعدد من النزار ووكلاء النزارات المختلفة ورؤساء المصالح الحكومية ونزار المدارس العليا ومستشار المحاكم والأعيان وطلبة المدارس العليا وكان مستر ميتشل أنس حريصا على حضور افتتاح النادي الذي شارك فيه تأسيسه بعد أن دعته اللجنة العليا كانت لفتة جميلة أنه يجي من مقر عمله كمستشار اقتصادي للسفارة الإنجليزية في واشنطن اللي كان وكاد منها واشنجتون ويا سعيان بالنطق الإنجليزي صح المهم لفتة بتعكس تقدير الرجل لقيمة النادي الأهلي وتعكس أيضا تقدير اللجنة العليا لمقدم وفي حفل الافتتاح صدحت موسيقى البوليس العسكرية وتبار طلبة المدارس العليا ومدرسة البوليس ومدرسة الحربية وأعضاء نادي التوفيقية في استعراض الألعاب البدنية والرياضية افتتاح النادي الأهلي كان يوم مشهود في تاريخ الرياضة المصرية باتت مصر في ذلك اليوم وقد شهدت ولادة نادي لم يتصور أحد سواء المصريين أو الأجانب أنه سيسحب بوساط قيادة الرياضة المصرية خلال سنوات قليلة من تحت أقدام الأجانب المسيطرين عليها ويتولى المصريون زمام القيادة ومن الطريف في يوم افتتاح النادي الأهلي يوم الجمعة 26 فبراير 1909 ميلادية الموافق 6 صفر 1327 هجرية أن صحف الأهرام ومصر الفتاة الصادرة في اليوم ده كان فيها شيء لافت للانتباه صحيفة الأهرام صدرت وبها التاريخ القبطي 19 أمشير 1625 قبطية وده مظبوط لكن التاريخ الهجري اتكتب غلط فالمكتوب 5 صفر 1327 هجرية والصحيح أنه 6 صفر مش 5 صفر بينما صدرت صحيفة مصر الفتاة وبها التاريخ الهجري 6 صفر 1327 هجرية وده مظبوط والتاريخ القبطي اتكتب غلط فالمكتوب 20 أمشير 1625 قبطية والصحيح أنه 19 أمشير مش 20 أمشير إزاي ده ما نعرفش صحيفة أخطأت في التاريخ الهجري والتانية أخطأت في التاريخ القبطي حاجة جريبة قوي نيجي لحاجة تانية بمناسبة افتتاح الأهلي عام 1909 في العام ده صدرت مجموعة عمولات معدنية مصرية زي ربع عشر القرش يعني ربع ملين عارفين الملين القرش عشر ملين من فيكم شاف الملين يمكن في أطفال في أوائل السبعنات احتمال يكونوا شافوا الملين واختفى من خمسة واربعين سنة تقريبا ربع عشر القرش قدامكم على الشاشة هون وصدر كمان نصف عشر القرش يعني النص ملين وصدر عشر القرش يعني الملين وصدر القرش وعملة معدنية كمان بقيمة عشرين قرش تعالوا بقى كمان نستعرض صورة مصر وشوارعها في عام افتتاح الأهلي سنة 1909 ده محل بوسط القاهرة وده محل تاني في منطقة شعبية وده مسجد ابن تغري بوردي وده شارع تحت الربع وده السقق عند الأهرامات أيوة السقق كانت الناس بتشرب الميا عن طريق السقق والبيوت بتاخد الميا من السقق وجميل اننا نذكر في عام افتتاح النادي الأهلي عام 1909 ان فيه اندية شهيرة جدا اتأسست زي اف سي ايندهوفن الهولندي وريال سوسيداد الأسباني وهونفيد المجري وده اللعب فيه بوشكس وهديكوتي طبعا كلنا عارفين هديكوتي المدرب الشهير اللي كان بيدرب النادي الأهلي في السبعينات واللي طلع من تحت ايده جيل من أعظم الأجيال اللي شفناها في كرة القدم وفيه كمان ليفانتي الأسباني وبولونيا الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني وبوليستا البرازيلي وانترناسونال البرازيلي ده اللي لعب معاه الأهلي في كأس العالم للأندي عام 2006 لكن عام افتتاح الأهلي 1909 حصل فيه حاجات مهمة جدا كانت السبب الرئيسي في شعبية النادي الأهلي في كافة أنحاء مصر عمر لطفي بيك طاف أنحاء مصر لنشر فكرة تأسيس أندية وطنية بالمحافظات بنفس فكرة تأسيس النادي الأهلي وعمر بيكلوت في زي ما احنا قلنا قبل كده بيعتبر أبو التعاونيات في مصر شاف تأسير الجمعيات التعاونية زراعية وصنعية وتجارية وجراء في أوروبا وإزاي بتحل مشاكل التجار والمزارعين الفؤرة فكان صاحب فكرة إنشاء النقابات الزراعية وإدخال أفكار التعاونيات اللي شافها في زياراته المتعددة لأوروبا فأسس شركة التعاون المالي وشركة التعاون المنزلي بالأسكندرية وزيها بالمنصورة والزأزيق وبنسويف وأسيوت والمينيا وحلوان وكافة مدريات مصر وده ساهم بنسبة كبيرة قوي في تقدم أحوال مصر الزراعية عمر لطفي وهو بيلف في مصر لنشر فكرة التعاوني كان بينشر في نفس الوقت أفكاره في تأسيس نادي مصري في كل مدرية وكانوا بيستقبلوا استقبال رسمي للدرجة اللي كان فيها مسؤول المدريات ورؤساء البصالح والأعيان والأهالي بيستنوا على محطة القطر ويأخدوه بالعربيات ويطوفوا به في أنحاء المدينة وهم فرحانين وسعداء بزيارته يعني على سبيل المثال عمر بيكلطفي افتدح نادي المنصورة الأهلي وكان بيزوره دايما مع كل زياراته لأندية عواصم الوجه البحر زي مثلا دميات والزأزيق وطنطة في كل جولاته اللي كان بيقوم بيها كل فترة وافتتح برضو أندية في الصعيد زي نادي أهل سهاج وأهل المينيا وفي يوم افتتاح النادي الأهلي في أسيوت كان على رأس المدعوين واصفوه برئيس النادي الأكبر في بطر وقالقى رئيس النادي عزت له محمد علي بيك المحامي خطبة اتكلم فيها عن فوائد النادي وعمر بيك لطفي اتكلم عن فوائد التعاون والنقابات الزراعية كانت نظرة أبناء المحافظات للنادي الأهلي للرياضة البدنية مش نظرة لنادي كرة قدم كرة القدم في الوقت ده كانت مجرد لعبة ما دخلتش مرحلة التنافس وفرقة الكرة بالأهلي ما كانتش لسه تكونت يعني ما كانوش بيحبوا الأهلي عشان فرقة كرة لا كان حبوهم للأهلي ومؤسسيه لأن الأهلي نادي وطني تأسس من أجل الشعب فكرة تأسيس النادي الأهلي وضم فئات الشعب المختلفة في عضويته باشتراكات مخفضة زي الطلبة والموظفين وأبناء المدريات المختلفة والمرأة اللي حتدخل الأهلي بعد فترة بسيطة بالإضافة للتشجيع عمر لطف بيك أبناء المحافظات على تأسيس أندية بنفس فكرة النادي الأهلي في مختلف محافظات مصر هو ده العمل الشعبية جارفة للنادي الأهلي في القاهرة والمحافظات نادي جمع كل أطياف الشعب المصري طلبة وموظفين وسيدات وأبناء الأقاليم مواقف الأهل الوطنية وأسباب تأسيسه ونوعية أعضاؤه وتوجهه منذ إنشاؤه كانوا السبب في شعبيته قبل قرة القدم ما تدخل مرحلة البطولات بسنوات حتى لما الأهلي فز بأول بطولة في تاريخه عام 1923 يعني بعد 16 سنة من تأسيسه الناس ما فرحتش بالبطولة لأن الأهلي فز بيها لا الناس فرحت بالبطولة لأنها كانت انتصار نادي أساس وطني على الإنجليز فزادت شعبية الأهلي أكتر وأكتر تأسيس النادي كان فكرة متكاملة وعشان كده التف شعب مصر حوالين النادي الأهلي ودلوقتي عايز أقول لكم حاجة مهمة اهتمنا في الحلقات التمانية اللي شفتوها وآخرها حلقة النهاردة بسرد تاريخ تأسيس النادي الأهلي بكل تفاصيله كبيرة وصغيرة اهتمنا بده لأن التفاصيل دي هي اللي حطت أساس ونظام مشي عليه النادي لغاية النهاردة حنبدأ نناقش تاريخ الأهلي من خلال القرارات الهامة والمواقف التاريخية بدون استغراق في تفاصيل الجلسات ومن غير منفوت أي حاجة مهمة وده اللي حنبدأ فيه لو أحيانا وأحياكم ربنا من الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة